اشتركوا في القناة في بداية هذه الحلقة أرحب معكم بالوالد أثمان صقر مرحبا بك يا أثمان الله حياك الله يا مرحبا بك ورحب وياكم بعد بالوالد خليفة الصاحب محمد حياك الله يا مرحبا وسهلا ونحن كذلكم بعد نرحب بكم ونقدر دعواتكم لنا في هذا البرنامج واشكركم على هذه الدعوة حياك الله يا أهلا بكم وفي أثمان اليوم بنتكلم عن التواصل عن الزيارات عن التراحم كيف كان في الماضي كيف كانت التقارب ما بين اللهل والجيران الزيارات كانت بالماضي كل إنسان موجود على هذه الأرض الطيبة المزاور موجود الناس صباح بالنهار في أشغالهم اللي في البحر هو البحر واللي في المزارع هو المزارع واللي مثل ما يكون مثلا السايق يروح للساحل شارجة والبي بوظبي وفي الليل اللي تولفوا بيروحوا زيارات كل يوم زيارة بيت أرحام معارف أصدقاء زيارات متواصلة الجميع يتزاور الصغير والكبير الكبير الأب يأخذ عياله وياه عشان يتعلم من بعد الوالد يقوم بالزيارات زيارة الأرحام ما يقطع الزيارات باستمرار فيتعلم كيف يتكلم مع الناس تعلم معاني معاني كيف يلس في الم يلس كيف ما يقاطع الكبير إذا الكبير يتكلم ما يقاطع الصغير ترى دوره إذا حد سأله أو عنده مثلا معلومة يقدمها فبعد ما يخلص الكبير هو يتكلم فهذه الطريقة كانت زيارات تواصل والفزعة كانت موجودة يعني مثلا إذا واحد يشتغل عنده اليوم يسوي إلى بيت أو عريش لك الأيام لا يوجد طابق كلها عرشان صح بيتوازعوا كلهم تعاون موجود من بينهم العصر بيقول لك رأفلان اليوم عندي كذا أو مثل الباكر الصبح أباكم عندي تعاونوني فكلهم يتواجدوا عنده يفزعوا له يفزعوا له كلهم يعني اليوم عندي بالباكر عنده ياري الثاني صح واللي بعده عنده الثالث بطريقة كلها يتفازعوا يتعاونوا يسوي إلى العريش يفرشوه يجهزوه كامل من كل النواحي الموجود هذه كل الأيام فهذا الأصول كان موجود صح والأجيال يتعلموا الأبناء الموجودين الصغار كانوا يتعلموا نحن تعلمنا من أبائنا حضرنا معاهم قاعدنا معاهم سمعنا و ألفهم شفنا منهم و اليوم أولادنا نحن نأخذهم معاهم بنفس الطريقة التي تعلمنا صح عشان شو عشان ما نضيع الماضي صح الماضي يكون حاضر و متوارث و متوارث صح نعم هذا الشيء تواصل هذا تواصل استمرار هذا جيد cuent امعكي تيامعون عرّد المطال الكبار المعين حين كانوا تيامعون مين كانوا تيامعون حين كانوا نعم كان 있다는 المدينة المدينة ما كانت Ин acre cómo الميالس موجودة لكن هذا في اللي يشتغلون في المزارع أو يشتغلون في البحر الميالس هذه تواصل تواصل لأياهم ضيف من بعيد لأياهم ضيف من بعيد اليوم ياي عندك انته في الميالس ميالس فلان بني فلان ميالس موجودة قال ياي اني ضيف من مكان فلاني الرابع وحيكم قاموا يو هذه الجماعة لا ساير غدا ولا ساير عشا كلهم الرابع قاموا بواجب هذا الضيف قربوه قربوه بكلهم وعرفهم هذا الضيف ياي ان مكان فلاني عرفهم بسمه هذا الضيف اللي ياي كان رائع ضيف كبير او ضيف ياي من منطقة لا ياي اني ضيف وحيكم الربع يكونوا عندي يو قربوا بضيف وضيفوه وخضوا علومه ولا ياي يبقى حاجة ولا ياي سبحان الله هذا ياي يدور مثلا يبقى يزوج ولا ياي يعني هذا من ناطق يعني ثاني والتعرف يعني هذا فهذا التعرف اللي كان في الأول زي ما ذكر عثمان أما أن الإنسان اللي داخل البلاد شغلته اللي عنده بيسوي حبال اللي بيويز اللي بيسوي شغل البحر هاي سمونها برزة البرزة وين؟ على السبلة سبلة هناك مسوائي هاي كان يتعاونون في الشغل هاي يتجمعون عادي هناك فيه واحد عندهم يعني فزعة هاي فيه واحد يسموه أبو أبو يعني عبارة معتمد على هذه الناس هذا ما عنده شغل هذا عنده إذا صار فرح إذا صار شيء إذا صار عطوا خبر هذا الأنسان هذا هو يقول لهم ثلاث ساعة لفلانية يكون حاضرين عاد وشي ما في يقول لك الساعة سبع ولا عشر ولا تسع ولا يقول لك عقب لدان العشاء عقب لدان الفجر عقب لدان العصر كله بوقت يعني هذا تجمع عمالهم يعني ما في مثل حين التالفون هلو فلان وصلني لا هذاك تواصلهم موجود يعني كان الصبت يقول للمساء الساعة كذا يعني وقت العشاء انت عندي هاي تا هالشكل نحن عدنا هنا في منطقة تخور كلمة نحن عدنا مثلا ردوا من البحر عنده منبت هذي راح النخل قالي شو أنا بطوه بدرب الطرفاء هاي هذاك اللي بيجي هو يوم بيخلص خلص بوقت من نباتة يب هذا الطريق عشان قالت راي البرية انزلت الطارش اللي يسير له هاي ولا بطوه بدرب العود ولا بطوه بدرب السدرة عشان تواصل هاي عشان اللي بييه الطارش هو يوم يطلع ما يصير درب ثاني هاي بهذا الطريق تاني أنا ساير ولا أنا ساير بنبت و بعدني بردسكي بقيل فطرية فتراني وبقيل عندي فلان إلا ما لقيتوني في النخل تعالوا لي بيت فلان هذا تواصلهم من اللي يصير هاي ولا طايف بدرب الشحاصة وكلها بمياشين ولا أنا خلصت شغلي بصير خضية غراض في السوق هاي كلبه تعالوا لي دكان فلان فهذه التفاصل طولة مياشين كانت كلها مياشين هاي ما في تيلفون سينعدتم بنعت عشان يوم يصيروا ما يضيعوا هاي زي فضل اه ضيفة عم عثمان اليوم قبل نشوف هذه الميال ميالس الحمدلله موجودة ولكن يمكن بعض الأمور تغيرت في من هذاك الوقت لهذا الوقت سواء في المجالس اللي كانت موجودة وحتى القاعدات في هذه الميالس يعني في الماضي مثل ما ذكرت وذكر ابو محمد أنه ما كان في تواصل بالتلفونات ما كان في غيره ما كنت تعرف ما يصير برع للبلاد اللي انت فيها فالمواضيع اللي مثلا كانوا يتناقشونها الامور اللي كانت تكلمون عنها في هذاك الوقت ما كانت الامور يتناقشون مثلا حين واحد مثلا طلع على دبي سار هي وردم من هناك طبعا بيه بخير وياه فبيسأله هنا شو الأمور هناك شو الأخبار أخبار ماشي أول كان فيه راديو والراديو هذا ما يمسك المحطات كلها فبيأخذ العلوم منه شو بدلا من العلوم بخبر عد العوم كذا كذا هذا الأشياء طبعا في الميالس موجودين الناس والعيال موجودين الأهم الكبار الأب يأخذ عياله معاه يلسى عشان يسمع يتعلم ويشوف كيف راح كيف ياب العلوم لأن الاتصال من ما قلنا ما فيه تيلفونات ماشي ذيك الأيام هذا الاتصال هاي العلوم العلوم هذي كذا والطريقة هذي فالعيال يتعلموا ويتوارث ليومنا أما اليوم اليوم الناس مشغولين كل حد بدوامه يعني اللي يداوم بوضبي ما ييلا يوم الخميسي طورت الحياة طورت الحياة طورت بالأول لا اللي رأى البحر هو البحر ورأى المزارع مزارع وبالليل يتولفوا وكلما نياب علومه علوم البحر علوم المزارع أما اليوم لا الناس تفرقت صح كل واحد التهى بشغلة كل واحد بشغلة يعني أنتم اللي بحر التحق في السلك التعليمي ويعني درست و دخلت في هذا المجال ل 나��들이 مستخدم في العراق البداية التعليم التي يمكن ان تغير في الإمارات كيف يلعى ذلك كيف تغير التعليم كيف تشاهد تغيير التعليم Comes at the NIH يوم دخل الإمارات يوم بدأ التعليم في الإمارات كيف كان التعليم كيف تعلمت وكيف يعني كملت الدراسة ووصلت إلى مثلا السلك التعليمي أو سلك التدريس الدراسة كانت بداية نحن ما نعرف الدراسة شنوه بداية حتى أنا أذكر مرة كانوا يعين مدرسين إيداد من مصر وعندهم سيارة وأنا كنت ذيك الأيام صغير سار قدر البحر على السيف البحر شوفت لاندروفر يائم منك أشير ولا يتعال وفي أخبار ذيك الأيام أنه في حرامية يلفوا ويأخذوا ويسرقوا العيال وشلها ركضة وهي لك عندهم لاندروفر ورمل تغريزة هي لاني يردبها وانا وين صغير طرت روحت وصلت البيت تميت هوايق من البيت أميون لين قدام الباب ما دقوا الباب تميت الطعنة من الباب يسوي لهنمونة يسوي لهنمونة وسكر الباب ما نعرف لي نحن والأهالي ما كانوا يعرفوا بعد فا نعم فا راحوا بعد أيام سمعنا مثل ما سمعنا أن يابو سيارة كانت آآ لاندروفر والسواقين معروفين كانوا سعيد ها بحبه له عبدالله بحبه له هذين كانوا موجودين الله يغفر لهم يرحموا الله الله يرحموا ان شاء الله آمين هيوا فراحنا نسجل للمدرسة سجلنا للمدرسة وبدينا شوي شوي في المدرسة تموا عادي يقولنا عدس يريقونا عدس قلعصات أكواب دراسة بدأت من أول الابتداي ما في روضة روضة ماشي حظى أنا ماشي بس من الابتداي بدينا 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 من الصف الأول والثاني والثالث وطلعنا نعم ومدرسة واحدة كانت بعدين سولنا المدرسة الثانية هاي سهولي عربي ومشينا 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 الحياة والحمد لله وجدت تطور اتحاد يعني اتحاد نعم مع اتحاد تطور والحمد لله يعني بديت في السلك يعني خلصت من الدراسة والتحقت في السلك التعليمي تكون فيه كمدرس في مجال التعليم بس يعني بعد الثانوية وبعد هذه كان فيه دراسة جامعية جامعية هني عندنا نحن ماشي يتفتخر وماشي عندنا جامعية نحن عندنا للثانوية للثانوية هاي يعني الليب الجامعية يطلع بخارج هاي في أي سنة كانت تقريبا والله ما اذكر لك بالضبط 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 ما اذكر يعني تقريبا الجامعة في مصر وفي بيروت نعم سبعينات تقريبا يريحوا الناس يدرسوا برا يدرسوا وراجعوهم هندسين والتمكنين والكمويت والحمد لله الآن الجامعة موجودة هنا واعيالنا الحمد لله تتعلموا مني طلعوا مهندسين طلعوا دكاترة الكبية جامعة العين جامعة الأمارات وحتى جامعة في الشارجة وحتى جامعة في المكان صحيح في كل مكان جامعة بالكلبة صدينا نتكلبة الجامعة جامعة الحمد لله والتعليم الحمد لله نحن في تطور نعم نحن الآن دولتنا تنافس دول الصحيح المنتجة نعم والحمد لله هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى وندعون الى نطلب من الله سبحانه وتعالى الغفران والرحمة لمؤسس دولتنا الله يرحمه نعم شيخ زايد ما قصر صحيح الله يغفر لو يرحمه إن شاء الله آمين يا رب العالمين آمين وحين شيخ خليفة ما مقصر صحيح ليس الدولة طبعا الله يعطيه الصحة والآفية الله يطول في عمره نعم وحاكمنا الشيخ الدكتور سلطان الله ما مقصر صحيح موفر كل شي لنا الحمد لله مهم نعم جزال الله خير الأبناء ما محتاجين شي الآن صحيح كل شي متوفر مهم اللي يقول أنا بتعلم بيتعلم صحيح اللي يبي التعليم بيتعلم كل شي موجود صحيح سبل كلها موجودة كل المكان عندنا من الشارجة إلى الخروكان لين كلبها صحيح كل شي متوفر كل شي متوفر تعال وتعلم الحمد لله لك نعم الحمد لله الحمد لله والدعم موجود صح والحمد لله الحمد لله نزيل أبو محمد خلنا نتكلم عن الاتحاد يعني ما أنا كذكرت الاتحاد ودخل الاتحاد والحمد لله طورت البلاد طورت الدنيا ووقت الإعلان عن الاتحاد كيف كان الناس؟ كيف كان هذا الوقت؟ أول قبل الاتحاد كان في صندوق التضامن ومدهم الله يرحمه الشيخ قبل الاتحاد؟ قبل الاتحاد صندوق التضامن مدهم الشيخ صقر بن سلطان بمكاين حق الزراعة ووزع الأراضي بعد ياء مكتب التطوير في عهد الشيخ خالد لكن لما ياء الاتحاد هذاك مكتب التطوير سوى ترتيبات وتمديد الطرق لكن في حكم الشيخ خالد لكن من ياء الاتحاد طور كل شيء العلم تطور، الوزارات، الناس فرحت، المعاشات زي ما ذكر عزمان يعني اللي 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 الناس عباره في بيوتها اللي ما يقدر حالته البيوت، الطرق، المستشفيات، العلم صحي يعني ما يحتاج الجامعات من اللي كان يروحوا للخارج يتعلمون صباحة الجامعة في دولة الأمارات أول ما بدت في العين والشارية وصلت أدبي وصلت خور فكان وصلت في مدينة كلبا هذا التضامن من فضل الله وفضل الحكام الأمارات كافة في كل مجال ما منطقة وحدة من أبو ضبي إلى آخر حدود هذا اليوم صبح التعليم هذا قوة الاتحاد هذا وزي ما يذكر الشيخ زايد الله يرحمه هذا التضامن الاتحاد لا يكون تفرق لازم يكون تضامن فهذا اليوم وصل العلم ما شاء الله في هذه دولة الأمارات العربية الله يحفظها ويحفظ حكامها والشعب فهذا رب العلم شو يقول بمحمد يقول الله يسلمك أنت في وادي وأنا في وادي أنت في وادي وأنا في وادي وأنت خضك عني هو الشوق أنت خضك عني هو الشوق أنت أحبك هو بعادي لمرتفع هوق النقافوك عقيتني في غبة سوادي عقيتني في غبة سوادي روحت عني والهوادوك روحت عني والهوى دوك أنا منوء أنادي منوء أنادي ومنوء أنادي أنا في السوق منوء أنادي أنا في السوق يلابس يلابس الثوب الرمادي يلابس الثوب الرمادي مرضو فوقهم سبعة شبوك مرضو فوقهم سبعة شبوك خليتني أمادي أمادي ودور على هذه البنوك ودور على هذه الابنوك أنت فوادي وأنا فوادي وانت خذك عني هوا شوف مشاعر كلبة والعذر صح ساني صح ساني ما قصرت الله يخليك وطول الله يسلم الضيف عندك زي عمي عثمان من نحين من نروح للتجارة في الماضي التجارة في كلبة كيف كان التواصل التجار مع مثلا تواصل تجار دبي تجار الشارجة كان فيه توقع فيه يعني ما بينهم تغيير التواصل من هنا لدبي كان فيه صعوبة في هذا الوقت في التواصل فكيف كانوا يتواصلون مع بعض كيف كانوا يوردون التجارة التواصل هو المثل ما نعرف أنه ما فيتي لهونات كانت صح ما في تواصل شيء لكن الناس اللي طلعوا من هنا مثلا اليوم أنا بطلع من هنا بروح للشارجة بروح تبي عندي شغلة هناك بيب بضايع فأنت كتاجر ثاني بتوصيني بشيء ثاني صح بيب توصيني للشخص اللي بتصير له هناك أو للعميل اللي أنا أتعامل معه هناك بتخبره بالمطلوب وبتيب لي المطلوب وياك ولا أنا سرت أنا بيب المطلوب وياي بالطريقة هذه كانوا يتواصلوا نعم بس يوصي الواحد مثلا محمد اليوم ساير ومحمد ساير اليوم أنا بوصيه ما أقدر أسير أنا صح أنا بوصيه بتمر على التاجر الفلاني بتيب لي هذا الشيء هاي اللي بضاعة بتيبها لي بتعبل ممكن تقريبا أو أكثر هي الشارع ماشي شارع فإحسان كذا ممكن يروحون يوميا لا ما في يوميا اه بعدين أمطار إذا في وديان بعد يتخر لا ما يقدر يطوف ما يقدر يطوف وديان 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 قوم ما هم مثل الحين مهم خاصة وادي الحام والطريقة يمر من داخل الوادي في الوادي مهم قبل البليد من يصوب بيثنا مني صحيح يمر داخل الوادي إذا في ودي خلص ماشي يوقف لين يخلص الوادي مهم بعدين بيأبر ايه صعوبة كانت مهم والحين لا الحين الحمد لله فحين الذين يستطيع يوم ثلاث اربعة ايام مرة يصير مهم كم مرة بيصير ربي هل تجار في هذا كل الوقت يعلم بين number in the city في دبي أو البوظبي ومن كان لدえて او في الشارج مت per stop ثم بين البوظبي توجد ان هي Labour ومن ف Sean من البيت بيبنى لنا نحن هنا على حسب الطلب وأي بضاعة ثانية الخنيزي من القطيف كانت المينة هناك نعم أول ما عندنا نحن شي منك كل شي عندنا هناك ويبنى محمد كان فيه السوق الذي عندك في كلبك كان أول سوق كان عند المينة نعم عند الفرضة يسمونها الفرضة يسمونها الفرضة كل ياب بضاعة ينزل على الفرضة على هذه الفرضة وعقب ينزل يروح الحصن لأن هذا اللنج يتم يومين ثلاثة أو بوم أو لنج وين يكون ياب؟ ياب برب هارس ياب من أعمان ياب من الهند مر الفرضة نزل وقالهم أنا ياب تجارة ودوا الحصن مطرحية يأخذوا عليه ذي كاليام عشر رمبيات فلاك الأيام الوقت عشر رمبيات عشر وائد ذي كاليام هاي 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 من البحرين ولا من السعودية زي ما ذكر عثمان البصري هذا يبقوا من السعودية الاخنيزي من القطيف من الحزاء يبقوا في الانشاد يعبروا من مينة الخبر ولا من البحرين يبقوا من ناق ينزلوا في البحرين تجار البحرين يبيعوا يعادل فرضة سموها في ذاك البلد فرضة وعندنا أخوار فكان هذاك بندر كبير البندر هو يكون سوقك أكبر البندر لا هذا البندر يعني الخور اللي هو بندر هذا بندر أكبر هاي الفرضة لا هاي الفرضة أنا بس الشي يا عادلين التاجر شو عنده يايب يايب قاز يايب تمر يايب عيش يايب طحين كل شي قاموا شراء التاجر شرب الجملة تقدم واحد تاجر عشان ما يتفرقون شروا هذا البضاعة يعني الفلوس قليلة جمعوا من ها التاجر من ها التاجر هاي هذا اللينج قالوا ايش يايب ديزل يايب ديزل واحد هاي ما يقدر اشتري تاجر واحد صح هاي هاي كل يام درام الديزل عشرين ربية ربية يبيعه هو عاد بخمسة وعشرين يا مثلا راعي وادي الحلو يبا يشل ديزل يوم ياعد عقب الاتحاد سوى المكاين وفي صندوق التضامن يشل على البعير درام واحد بس لدرام ما يشل ليانب واحد ينصفه يعني بين درامين هاي وروح عاد خلاله يوم في الطريق بعد يريح ترا هاي ما البعير هذا هاي كلها دروبة صعبة لا مشلو عقب ما تركوه يعني عبارة زرعة لوازر وثيران يعني المكاين صح شرون وين من عند التاجر ودوا وادي الحلو المناعي وادي القور اهنا هاي صفني وما صفني كلها يشدون على البعير الديزل ينبيل هي ويبيعونه في هذه المناطق هي هو يشتري التاجر يروح يبيع هنا تفرق عام أثمان في بداية الحلقة تكلمنا عن التعاون وفي نقطة كانت يعني مهمة في الماضي كانوا يسوونها اللي هي التعاون أهل المزارع مع أهل البحر وأهل البحر مع أهل المزارع فيعني كيف كان هذا التعاون كيف كانوا وكيف كانوا يتبادلون مع بعض هذه البضايا بينهم بين بعض التعاون أصحاب البحر أول عندهم أكثر شيء الضغوة يسمونها الضغوة ايه فالضغوة إذا شاف لك مثلا الضغوة مثلا عنده محصل شيء خير وما يقدر عند الناس اللي معاه قلة يطلب من أصحاب المزارع تعالوا عاونوني ساعدوني ساعدوني نعم ايه بيوا بيساعدوا مرة ما بيتأخروا عنها ليه نخلص شغل كامل يسايحون يشلون ويروحونا البرية هي نعم هي الصيد كامل بعدين يتلخصوا مننا وإصحاب المزارع بعدين إذا عندهم شيء مثلا كبير أصحاب سمونا البحر يتعاونوا إياه وهذه طبعا أكيد العادات عام عثمان للحين نشوفها والحين ما زالت موجودة من الأوليين اللي ورثوها طبعا لعيالهم ولأحفادهم ورثوها للحين موجودة وفعلا بعدها تدرس اليوم نشوفها في المدارس هذه العادات وهذه التقاليد في دولة الإمارات عام عثمان أضغيك العافية على وجودك بينا اليوم بارك الله ما قصرت مشكور على هذه الحلقة الطيبة جزاكم الله خير ونحن مستعدين إن شاء الله في أي وقت الله يسلم ومحمد جزاكم الله خير والله أنا بعد أشكركم على هذا البرنامج وحضور هذا الضيف حياكم الله مشكور وشوفكم وقت ثاني إن شاء الله طبعا مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة نشوفكم إن شاء الله على خير ومع السلامة اشتركوا في القناة شكرا